وفي ذات السياق عبر وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف عن ترحيب المملكة العربية السعودية البالغ بإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بيمبيو بشين العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني وأعرب العساف عن دعم المملكة الكامل للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها خطوة لازمة لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعز على الاستقرار ودعمه ورعاية للإرهاب حول العالم حيث دأب النظام الإيراني على استخدام موارد الدولة الإيرانية لتمويل هذه السياسات الخطيرة دون أي اعتبار لمبادئ القانون الدولي وشدد الوزير السعودي على موقف المملكة الثابت من ضرورة مواصلة الجهود الدولية لحمل النظام الإيراني على الالتزام بمبادئ القانون الدولي ووقف تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ونشاطاته التي أدت إلى جلب الفوضى والخراب للعديد من الدول وأكد العساف على مواصلة السعودية سياستها الراسخة والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق وأن المملكة ستقوم بالتنسيق مع منتجي النفط الآخرين من أجل التأكد من توفر امدادات كافية من النفط للمستهلكين والسعي الاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي